في محضر الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أقرأ عليكم من الأحاديث الكثيرة التي بين يدي في هذه المصادر فهذا كامل الزيارات وهو مشحون بالأحاديث الكثيرة والوفيرة التي تخبرنا عن عظيم الأجر الذي يناله زائر الحسين لا أريد أن أحدثكم عن عدد وعن أرقام وعن كم من الحسنات سينالها زائر الحسين وكم من السيئات سيجنبها زائر الحسين إلى بقية التفاصيل من درجات وعلو رتبة ودفع بلاء وحج وعمرة و و و و لا أريد أن أحدثكم عن هذه المضامين لكنني سأقرأ عليكم رواية تمثل البداية إنها البداية التي تفتح بوجه زائر الحسين أقرأ عليكم من الجزء السادس من تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة وطبعة مكتبة الصدوق طهران إيران مثل ما قلت لكم الجزء السادس في الصفحة التاسعة والأربعين إنه الحديث التاسع والثمانون بسنده عن الحسين بن علي ابن ثوير ابن أبي فاختة عن الحسين بن علي ابن ثوير ابن أبي فاختة قال قال لي أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يا حسين الإمام الصادق يخاطب الحسين ابن أبي فاختة يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة الحسين ابن علي ابن أبي طالب إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة حتى إذا صار بالحائر والمراد من الحائر كربلاء حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من المفلحين وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين حتى إذا أراد الإنصراف أتاه ملك فقال له أتاه ملك على وجه الحقيقة لكن حواجز الدنيا هي التي تحول فيما بينه وبين أن يطلع على ما يجري في ملكوت ما حوله مر الحديث في الحلقات المتقدمة من أن العقول حين تتكامل زمان الظهور الشريف وحينما تكون العقيدة سليمة كاملة زمان الغيب ومن أنها تنزلت من العقل إلى القلب وتفعلت في تفاصيل الحياة الدينية والدنيوية فإن صاحب العقل هذا الذي سيتكامل عند الظهور الشريف سيكون منسجما مع التكامل الكوني في الحياة الدنيوية فسيرى الملائكة وسيصعد إلى السماء وسيكون على تواصل معهم أما في زمان الغيبة فنحن في زمان دولة إبليس في زمان دولة الباطل هكذا تسميها أحاديث العترة إنها دولة إبليس إنها دولة الباطل هذه جولة الباطل ودولة إبليس فالحجب والحواجز موجودة ما هي بمرفوعة لكن هذا الملك يأتي حقيقة حتى إذا أراد الإنصراف هذا الزائر أتاه ملك فقال له أنا رسول الله إليك أنا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك أية رسالة هذه استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى هذه هي البداية من هنا يفتح الحسين الأبواب أمام قطان حاضنته أعيد قراءة الرواية عليكم رواية مهمة جدا إنها تفتح أبواب الأمل وأبواب التفاؤل أمام عقل الإنسان وأمام قلبه في الأجواء الحسينية النظيفة وفي أكناف وأفنية الحاضنة الحسينية الإمام الصادق يقول للحسين ابن أبي فاختة يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن علي بن أبي طالب إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة حتى إذا صار بالحائر في كربلاء كتبه الله من المفلحين وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين حتى إذا أراد الإنصراف أتاه ملك فقال له أنا رسول الله أنا رسول الله إليك أنا رسول قد بعثه الله إليك أنا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك استأنخ العمل ابدأ من الصفر هذه عملية إعادة تنظيم عملية تصفير إنها انطلاقة جديدة انطلاقة جديدة في أجواء الحاضنة الحسينية كم جميلة هذه الرسالة رسالة من الله إلى زائر الحسين أنا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى من هنا تكون البداية يا أشياء عالية تعالوا نحاول أن نجمع ما فرطنا فيه من المواد الأولية الغالية الغالية الثمن العالية الدرجة الممتازة في كل أوصافها وأحوالها إنها المواد الأولية التي وفرها لنا الحسين ودفع دمه المقدس ثمنا لها تعالوا تعالوا نحاول جمعها وتعالوا نحاول أن نعيد بناء الحاضنة الحسينية ولتكن الانطلاقة من هذه الرسالة هذه رسالة أمل حسينية هذه رسالة خير حسينية هذه رسالة تفاؤل حسينية أنا رسول الله هكذا يقول الملك يخاطب زائر الحسين الذي يفترض فيه أن يكون من قطان الحاضنة الحسينية أنا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك استأنف العمل ابدأ من الصفر لنبدأ بداية جديدة إنه الحسين هذه بداية حسينية عطرة استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى أية بداية هذه وأي جمال حسيني هذا يا حسين يا حسين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي